في في يعني اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغلوا عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن اه انثى متكاملة اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف في تنازلات كثيرة من الحبيب. في عرض ممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي اه بناتكم هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع. عم بيصير في توازن. من بعد من ظلمت في ميزان. في اكتر من ميزان في عندك ثلاثة. في عندك ثلاثة ورع فيهم كارما. في اه مية بالمية رح يوصل لك لحديث عندك وممكن يكون اه في العمل. ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الجوزاء على العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواجا. شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين. فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد مكان يعني الجوزاء شوي بعيد. اه ومشغول بشغله وباموره. اه عم بشوف كتير. اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقيب العمل اه في رح تاخد حقات ازا كان اللي عم نحكي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جوزاءك او العكس صحيح. فانا ما بق يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او شريكك اه عم بيراقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت. اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطسة اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه سنصبف مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاس كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير شايفة فيه في تطور للهاندمان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جانبه كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه اكشلز كتير. هاي الفترة شايفة انه الشريك كتير مقبل اه عليك ورح يعني يقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك ويوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الجوزاء يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه فيه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك خاصة ازا كنتوا ازواج فراح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. تي عندك اه انتصار كبير. اه شايته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل فيه مشروع كان جامد فيه مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفة لبعض الاشخاص. فشايته فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني فيه فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هون طلع مقلوب اه عم بيقولك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لا ما بتعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بسهموا انا هذا الكرت. هدول الكروت انا كتير بحبهم. ده ما بعضونا اشياء ايجابية. دايما يعني بس بقى الاغلط. بيقولك اتمنى. بيقولك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بيحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. اه اطلب وتمنى زي ما بيقولك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. نلقي نجوش. بيقولك انت اساسا اه متل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع التطل كامل اللي داخلك. اه زي ما قلتلك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بيقولك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بيقولك نمي هاي هاي الموضوع ما تخلي اه يعني ضعيس داخلك نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقولك ارجع طفل اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقولك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة. ارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبقولك لا. رجع حالك لاجوزاء القديم. لانت اه شخصك القديم. لاشخصيتك القديمة هي الصح. فبيقولك ما تتغير ما تخليك طفل من جواتك. انت اساسا طفل. اه فبس عم بيقولك انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك. يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين. تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اه ها بيقولوا لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحسسات اللي داخلك في كتير امور رح تظهر قدامك اه كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت اه موهوم فيها ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك اه من حولك. فحبا ايدي بورة الجوزة بشوفكم بالفيديو الجاي وآه هاشتغل.